زي ما حضراتكم عارفين النهاردة مباراة هامة جداً كالعادة يعني كل يوم الحقيقة توالي المباريات وتوالي النقاط ان شاء الله خلال الفترة القادمة المباراة السابقة نادي الاهلي خد ثلاث نقاط في الدوري العام المصري النهاردة ان شاء الله مباراة أخرى في الإسبوع الثلاثة عشرين في الدوري العام المصري نادي الاهلي سيواجه فريق دخلية في واحدة من المباريات الصعبة وهو واحدة من المواجهات التي ينتظرها كل عشاق النادي الأهلي خصوصا بعد تعثر نادي بيرامدز أمس أمام الجونة واقتراب النادي الأهلي من الوصول إلى المركز الثاني إن شاء الله بعد كده بقى نبص على اللي قدامنا زي ما حضراتكم عارفين دائما الأهلي لما بيتقدم وبيوصل لنقطة صعب قوي أن انت تنزله وبالتالي مباريات مهمة جدا وثلاث نقاط هامة جدا جدا خلال الفترة القادمة النهاردة مباراة الداخلية إن شاء الله يوم الأحد القادم مباراة الجونة وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما بقول لحضراتكم من النادي الأهلي خد قراره في أول السنة أنه هو هيلعب دوري مجموعة واحدة وبالتالي هيتحمل أو قال أنه هو هيتحمل كل ما يحدث وبالتالي عندما تم وضع جدول من اتحاد كرة القدم خاص بأن تلعب كل ثلاث يام مباراة بما فيهم البطولات الأفريقية وتسافر لتنزانيا وترجع من تنزانيا وتسافر إسكندرية وتروح برج العرب وتسافر على أو تروح التجمع الخامس وترجع من التجمع الخامس إن هذه الأهلي ملتزم بكلمته حتى هذه اللحظة وبيلعب كل المباراة وإن شاء الله خلال الفترة القادمة زي ما حضراتكم عارفين توالي المباراة بيصعب جدا جدا من مهمة المدير الفني ومهمة اللاعبين بيبقى فيه بعض حالات من الزهق بعض حالات من التعب بعض حالات من الإصابات ولكن كل ذا إن شاء الله مجموعة اللاعبين المتواجدين في النادي الأهلي والجهاز الفني يستطيع إن شاء الله أنه هو يتفوق على كل هذه الأمور ويعدي كل هذه الأمور الفترة اللي احنا فيها دي عارفين أن هناك بعض القصور في الأداء ودايما بنتكلم عنه هنا في ملعب الأهلي ولكن في النهاية الثلاث نقاط هي الأهم لحين إن شاء الله وصول بقى الدفعة التانية من المستشفى كله يرجع بالسلام إن شاء الله وتبقى الأمور مختلفة تماما وهيبقى عند مارتن لصارتي المدير الفني للنادي الأهلي الكيفية في أنه يلعب مين وما يلعبش مين وكل الـ 28 والـ 31 اللي تم قيدهم هيبقوا متواجدين إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية النهاردة في قائمة النادي الأهلي مروان محسن بيعود مرة أخرى بعد إصابة لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع كان بعيد فيهم عن الفريق ولكن بيعود إلى القائمة مرة أخرى هنشوف إذا كان موجود في الـ 18 ولا أهلي ده هنقولكو عليه كله في وقته